خلينا نروح معك لتجربتك الجديدة مدير فني للمؤولية العرب مدرب عامل المنتخب الوطني الأول مدير قطاع ناشئين بنادي المقالون العرب الآن في تجربة جديدة تجربة نادي زد بقى خلاص نقول نادي زد التجربة ماشي ازاي عامل ازاي طموحاتك الاتهامات اللي نزد ان هم اللي ورا تقليل قيد عدد اللاعبين في الاندية المختلفة عشان زد ياخد اللاعيبة المدربين احنا التجربة احكي لي عنها شوي بصك يا ابن لما تم التعاقد معايا في اخلال شهر سبعة قعدت مع مجلس دارة كان مستر احمد دياب قعد معايا هو مستر هيسم عبدالعظيم واتكلمنا هم عايزين ايه يعني الهدف من المشروع الفهرة جت بداية من لما منتخب مصر في امام افريقيا مقدرناش نحن نظهر بمظهر كويس وفشلنا في التقابل في اللي كانت معمولة في الصدق قاهرة اللي في قاهرة يعني في مصر فكان على رأس الفكرة دي المهانس نجيب سوي رأسها قال انا عايز اعمل حاجة البلدي انا هعمل مشروع بحيث ديبقى عندنا تلت جهات احنا عايزين نصدر احتراف اكبر عدد ممكن من اللاعبة تحترف طبعا ده هيعم على الكهور مصري بالفايدة نمر اتنين اللي استفادة من اللاعبين لولاده هم يلعبوا الفريد الاول والاستعانى باي لعيب من خارج نمر ثلاثة لما تحبت عايزة تشيري بقى اه لعيبة احنا موجود عندنا لعيبة على مستوى علي ففي استراتيجية اه معمولة او بنشتغل عليها كلنا عشان نحق هذا الهدف اه في مدربين المال موجودين معنا في توقامة كبيرة مع بروس دورتموند اه موجودين معنا استراتيجية المانية مصرية بتنفيذ مصري اه اه اللي عايزين نشتغل على اللاعيبة احنا عايزين نجيب لعيبة نشتغل معه نعم في لعيبة عندها مواهب وفي لعيبة عنده مواهبها لكن لابد من تطورها تطور اداءها عشان تطور اللاعب لازم بيبقى برضو عندك اجهزة فنية تقدر تساعد اللي هي تطور من اداء اللاعب فهي والعملية معمولة عملية اه مع الشئب بعضها اه مدربين الالمان موجودين عندي اه المدربين الالمان بيدي محاضرات لكل الاجهزة الفنية كل عمار سنية لها محاضراتها وشغلها وعايزين نشتغل ازاي وبنعمل ايه الفتر اللي جاية بدون النظر عن النقطة وثلاث نقطة واللي احنا بنشوفه فيه الناشئين ويمكن انت اكيد كان شوفت المصطفة وافصة وفي الناشئين واللي المور وفي المرة الصور واللي بيزع واللي بيصرخ واللي بيشتم ولا 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 لا فكر تاني خالص موجود فكر تاني خالص الاعداد عشان نرجع بس وهارجع لتاني حدك بتقول الاعداد اه قللوها عشان خطر احنا قرار مجلس ادارة من قبل ما قرار يطلع من اتحاد الكرة بان انت النهارده في رقيتك بتلعب حداشر انت الماكسوم بتاعك خمس وعشر لعيب نعم بتلعب تمانية وجون تمام في البراعم نعم الماكسوم بتاعك تمنتاشر لعيب نعم تمام فاحنا اولا كان الفرق تعمل والهايك اللي تعمل للفرق من قبل خرار الاتحاد الكرة ما يطلع انا مخلص في رأي انا مخلص في رأي من شهر سبع شغال انا والاجهزة خلصنا عملنا هاك الفرق كلها قبل ما خرار الاتحاد الكرة يطلع بتقليل عدد الناشئين يبقى انت قدامت حاد الكرة فكر في كده احنا سبقنا احنا قلنا الاعداد تقل تمام لان يبقى التركيز في الملعب هيبقى اقوى نعم في بعض الانداء بتقولك دي هادي كارثة طب اذا كنت انت بتأيد بالسبعين والثمانين والتسعين واحد في المسابقة وفي الوقت ده انت معين مدربين اتنين في كل جهاز مدربوا معا واحد طب انت لو عايز تعمل كده بقى عايز انك في الجهاز 4-5 مدربين ده صحيح ده صحيح طب انت بتتكلم وبتنقض نفسك يعني انا ما كنت في المقولين انا ما كانش في جهاز في البرائم وعدت مع مجلس ادارة وقلت لهم المدرب الصغيرين محتاجين مدربين يشتغلوا معاهم يبقى فيه مدرب ومدرب حيش كل واحد ياخد مجموعة عشرة وانتنبي بالتدريب فبعد الاندالة معارضة اللي ان طبعا فيه حاكتين فيه عائد مدي بيحصل طبعا هو المشكلة دي كلها على مسترم اسمه بيه يعني فيه عندك الف نعم وفيه عندك بيه نعم بيه ده اللي هو بفلوس نعم عائد مدي نعم لو زي الاكاديمية لا فارق من الاكاديمية وبيح نعم الاكاديمية انت دي اكاديمية بتتعلم كورا وبت دي بشتراك دي بشتراك نعم وبيح بشتراك بس بتأيد ابنك في المنطقة بيطلع لك نفس الكرنير اللي بيطلع لك معه نعم فهو فيه اولاء امور كدير او بيقول لك انا بس ابني طلع له كرنير بيطلع له كرنير بلعب في النادي الفلاني نعم فابني فدي انا بصراح عادي تبنمية لا بس كان الغرض منه ايه استسمار استسمار كام لعيه بقى تلعب التبنمية اه عالصوابة اه تمام فيه اندية بتجمل الاعضاء نعم اللي هو طبعا ابنه بيكون دول المستوى نعم فبيروح بدخلوا به نعم فيه اندية ماديا اه فانت النهاردة انت حد كورا قالك ايه انا النهاردة لازم نزل قوائم دي اه المواهب لازم تتوزع القنية وانت النهاردة هتفضل الاهل والمقررين وانبيو والزمالك هما دول